بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ومنيوز للأخبار الرياضية إن لله وإن إليه راجعون أقدم تعزية الحرة لكل الجزائريين ولكل عائلة الفقيد القائد الأركان أحمد القيد صالح صراحة الجزائر خسرت رجلا من الرجال الذين ساهموا في خروج الجزائر من الأزمة إلى بر الأمان نتمنى من الله عز وجل أن يغفر له وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله إذن نعود إلى خبرنا اليوم أكد المدرب الإسباني بيب كوارديولا مدرب مانشيستر سيتي أنه كان بإمكان رياض محرز أن يسجل ثلاث أو أربع أهداف أمام فريقه السابق ليستر سيتي بيب كوارديولا قال في تصريحات صحفية لقد قلت له أنه كان بإمكاني تسجيل ثلاث أو أربع أهداف في المباراة وقال بيب كوارديولا أن في التدريبات رياض محرز يسجل عديد من الأهداف أمام ليستر سيتي سجل هدف وهذا كان جيد ولكن الشيء الذي أعجب بيب كوارديولا كثيرا هو الشراسة التي كان يتمتع بها اللاعب الجزائري رياض محرز في أرضية الميدان إذن بيب كوارديولا قال بأن الجهة اليومنى سيطر عليها كليا رياض محرز أبهر الجميع بإمكانياته وبهذه الطريقة يريده أن يلعب دائما إذن في الأخير قال بيب كوارديولا بأنه عندما يشارك محرز دائما يسجل أهداف يمنح تمريرات حاسمة وهذا ما يمنح شعور جيد لنادي مانشستر سيتي وكذلك قال المدرب بيب كوارديولا بأن إيقاف رياض محرز صعب جدا على اللاعبين خاصة عندما يكون في يومه فهو يبهر فهو يقوم بعمل أشياء لا يتخيلها المدافعون بحيث شاهدنا كيف أبهر المدافع الشيلوال بفنياته وجعله يتفرج كالطفل الصغير إذن نتمنى أن نرى محرز يبدع مثلما أبدع في المباراة السابقة ضدنا ديليستر سيتي أي جزائي المشاهدين أشكركم زجي الشكر على المشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته